أكثر من أربعة ملايين سائح زاروا إسرائيل عام 2018 منهم 45% بحسب رصد منظمة العفو الدولية أمينستي دخلوا مرافق سياحية وخدماتية في القدس تدار من قبل جمعيات استطانية مدعومة من حكومة الاحتلال التي بدورها تقدم تسهيلات وإعفاءات للشركات السياحية العالمية لتشجيع السياحة الاستطانية بيجيبوهم على نفقاتهم الخاصة بتسهيلات ورحلات ونحن نرى الآن الرحلات العودة دي شرقيصة هذا الكلام التشجيعي للإستطان هو بيعطي زيادة في الرقم الذي وصلنا له بالذات في شهر 10 أو 11 من أعداد الزائرين إلى الأراضي المقدسة حكومة الاحتلال رصدت في العامين الأخيرين ميزانية قدرت بنحو 110 ملايين دولار لإقامة متنزهات وحدائق ومحميات طبيعية وتطوير المواقع السياحية وبناء الفنادق في المستوطنات وذلك بالتعاون مع ما تسمى جمعية مشكان شيلو والمعروفة بمركز بحث وتطوير الاستطان قد ستتعرض إلى حمل التأهويد غير مسبوقة ولذلك في هذا الإطار سيعمل اعتمار بالغفير على استقطاب عدد كبير من السياح اليهود من داخل إسرائيل ومن خارجها لتنفيذ مشاريع قبرى كما هو الحال في وادي الربابة حيث تجري العديد من المشاريع التهويدية ما يسمى بمشروع السياحة مزرعة في الوادي استقطاب سياح من الخارج ومشاريع أخرى تنفذ حاليا في منطقة وادي الربابة ليس فقط في الجانب السياحي وتحت غطاء السياحة عمدت حكومة الاحتلال إلى توسيع المشروع الاستطاني في القدس المحتلة بهدف فرد وقائع جديدة على الأرض وتعزيز الوجود اليهودي والاستطاني فيها عبر تطوير وتوسيع هذا النمط من السياحة والتي تطمس الجمعيات الاستطانية من خلالها المواقع الأثرية لكبرى المدن الفلسطينية من خرائطها السياحية وفقا لتقرير أمميا فإن عددا من شركات السياحة الإلكترونية العالمية تستغل الأراضي الفلسطينية ومواقعها الأثرية بطريقة غير قانونية وتروج للمستوطنات بأنها قريبة من المواقع الطبيعية الجميلة وذلك لزيادة حجوزاتها وهو ما يرقى لجريمة حرب بحسب القانون الدولي نهاد حجازي القدس